بلغة الأرقام تتصدر مصر أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018-2019 بنسبة نمو بلغت 5.6% في إنجاز يعد الأعلى منذ 11 عاما مع استمرار التوقعات بنمو قوي خلال العام الجاري 2020 الأداء القوي للاقتصاد المصري يأتي بعدما احتل المرتبة الخامسة كأحد أهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عام 2009 والمرتبة التاسعة خلال عام 2014 ومنذ عام 2015 حافظا معدل نمو الاقتصاد المصري على تحقيق مستويات أعلى من معدلات النمو العالمية والذي سجل متوسط نمو بلغ 2.9% ارتفع معدلات النمو في مصر صاحبه تحقيق مؤشرات إيجابية في كل من معدلات البطلة والتضخم وأيضا الاحتياطي الأجنبي حيث سجلت معدلات البطلة 8% بنهاية عام 2019 في حين تراجع التضخم إلى 9.2% خلال نفس الفترة وارتفع الاحتياطي الأجنبي لقرب مستوى 46 مليار دولار كما أن العملة المحلية وبشهادة وكلة بلومبرغ الأمريكية مستمرة في تقديم أداء قوي خلال هذا العام ليسجل الجنيه أحد أفضل العملات العالمية أداءا خلال العام الجاري 2020 الأرقام التي يسجلها الاقتصاد المصري منذ أربع سنوات بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية تعد دلالة واضحة على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح وأن الخطط التي تتبنها الدولة بدأت تؤتي ثمارها